فيتامين دال هو يعامل كمعاملة بري هرمون أو هرمون يذاب في الدهون ويخزن في الكبد لعدة سنوات وإذا إحنا بحاجة نزيد كمية فيتامين دال ونضاعفها إذن لازم نتعرض لأشعة الشمس قبل ما نتعرض لأشعة الشمس نحاول ننظف طبقة الجلد بمسحة بالمياه وعدم وضع أي مصاحيك والتعرض لأشعة الشمس من الساعة 10 لساعة 2 في الأشهر من شهر 2 لشهر 11 في موجود الأشعة هذه الفوكمة نفسجية بكثرة نصف ساعة في اليوم في هذه الساعات كفاية أنها تعطينا حاجتنا من فيتامين دال اللي هو الحاجة اليومية لقيله من 400 لألف وحدة دولية من فيتامين دال لزيادة فعليته كمان لازم نأخذ بعين الاعتبار الماغنيزيوم الماغنيزيوم موجود في كل الخضروات الخضراء في المقصرات في السبانخ لأن الماغنيزيوم سيزيد من عملية تحويل فيتامين دال وتنشيط عمله وتنشيط عمله في داخل الكولون وداخل العماء كمان إذا بدي أخذ فيتامين دال كمكملات هذا لا يعني إنما أتعرض لأشعة الشمس المباشرة اللي ما يكون في الأشعة هاي داخلة من خلال الزجاج لازم تكون مباشرة عمنطقة معينة في الوجه الرقب كفاية الإيدين كفاية المهم نص سعة في هذه الساعة الماغنيزيوم سيضاعف وفيتامين دي ثري إذا بدنا ناخده أكتر ونجيب فعالية أفضل بنضيف له فيتامين كي تو الموجود في الشحوم الحيوانية الموجود في المخللات الموجود في السمن البلدية الموجود في اللحوم الكبدة الأسماك إذا من نزيد فعالية فيتامين دال ثري بناخد وصفة التين والزيتون تعطينا ماغنيزيوم بوتاسيوم والعناصر المعدنية هذا حيسرع من امتصاص فيتامين دال وتفعيله تفعيله من ناحية الجلد وتفعيله من ناحية الكولون إذا من نزيد تفعيل فيتامين دال إذا بدي أنظف الكولون وعمل ديتوكس للكولون ونشط البكتيريا الجيدة اللي يصير في عندي عملية امتصاص وعملية هضم جيدة في حمض المعدة لأي شي بدي أخذه من البروتينات أو الكوليسترول أو الشحوم اللي هي لازم أخذها زي زيت الزيتون الأفوغادو الشحوم الصحية أو الشربة العظام عشان أخذ فيتامين دال ويذوب فيها الدهون هذي وقدر أستفيد منه تحياتي لكم